اشتركوا في القناة هو الآن في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يظل فيها لغاية الساعة وحدة و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل بعدها لمنزلة المؤخر ومنزلة المؤخر هاي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا الآن احنا في فترة خلو مسار هذا خلو المسار من يوم أمس مستمر ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن منزل ثلاث ساعات يعني للساعة ثمانية وخمسين دقيقة من يعني من يكون في موعد بث الحلقة وحكينا خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للتوقيع على عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء القمر بيكون انتقل للحوت وحكينا يوم أمس لما احنا انه هاي تأثيرات وانه منوخذ شوي احنا من الصفات تاعت برج الحوت فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة بالفترة هاي وقسم كبير من الفاشرين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن آعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع بحبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تصير ما بعد ما يستقر القمر في برج الحوت في زاوية ذكرناها يوم أمس هي زاوية هاي راح نعيدها اليوم لأنها بتصير في ساعات المساء بعد انتهاء خلو المسار هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية أو مساعدات وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة من الدعم أو الدعم من الأصدقاء المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تسديث إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة مساءا فهاي الزاوية بتعزز من قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم راح يكون يوم الأربعاء ثلاثين ستة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الخميس واحد سبعة حتى تمام الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة فجرا لينتقل القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر انحسار المحدب الآن هو محدب كامل تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساءا بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة ثمانين في المية القمر في الحوت حتى يوم واحد سبعة سعيدة بنسبة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم احدى عشر سبعة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة اليوم منتحسة بنسبة 50% لأنها بدت في زاوية المقابلة ما بينها وبين زحل وبرضو بدها تبلش تشكل زاوية اقتران ما بينها وبين المريخ وتربيع ما بينها وبين أورانوس فعشان هيك نسبة النحوسة بتزيد المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب فمعناته بنشعر بالتعب بنال مننا وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم إيش أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنتم في أضعف وأقل أيام الشهر حظ أهم إيش أنكم تراهنوا على الحضوظ بالفترة هاي وحاولوا أنكم ما تحسموا أمر ممكن يتميلوا للهدوء وللبعد عن الصخب أهم إيش أنه في الفترة هاي بدك تتوقع أنه يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة والأهم إنكم تراهبوا صحتكم برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا نوع من أنواع التعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاولوا إنكم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في الفترة هاي في نوع من أنواع التحالف بصير ما بينك وبين أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إيش أنك ما تبقى وحيد حاول إنك تخرج للقاء الناس وحاول إنك تستغل للفترة هاي لإنجاز كل شيء مهم قبل انتقال القمر للحمل اللي هو بيت متعبك برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء إنكم تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم في الفترة هاي وممكن هذا الشيء يكون مفاجئ بالنسبة لكم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية لأنه شوية في نوع من أنواع الصعوبة بيكون بهاي الفترة برج السرطان يوم مناسب طبعا لللي بيحاول إنه يركز على الأمور وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو الأمور اللي إلها علاقة بالتفاهم مع الأحبة أو الامتحانات الجامعية أو الاتصالات كلها هاي إيجابية وممتازة جدا اليوم أهم شيء إنك ما ترتجل الأعمال وما تستخف بالواجبات الأضواء بتكون مصلطة شوية عليك حاول إنك تكون جاهز لتحمل المسئولية لأنها هاي فترة مهمة جدا لازم تستغلها برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة بتكون لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا أن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية بالفترة هاي حذروا من الإهمال أو إهمال نقاط إدارية أو قانونية في أعمالكم انت بالفترة هاي بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بالتخليص من معاملات رسمية أو تنهي معاملات رسمية في الدوائر الحكومية أهم إشي إنك ما تتذمر برج العذراء ابتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهي الفترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العدائية في الجو والنفور الخلاف التوتر لأن القمر مقابلك تماما وهذا الإشي بضعفك بالفترة هاي صحيح أنه بتدعم على مستوى الشراك المالي والعاطفية ولكن الطاقة بتكون ضعيفة عشان هيك بدك تحذر من التحذيرات اللي أنا بذكرها إلك حذروا من المشاكل على أنواعها لأنها هاي الفترة تعتبر صعبة إجمالا برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة هاي فترة مهمة جدا حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية والنفسية والصحية وعلى مستوى العمل برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح لأن القمر في البيت الخامس بيت الحضوض فبوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر جيدا لعملك وما ترتجل ممكن هاي الفترة تطلق فيها مشاريع جديدة أو تطلق إجابات أو إشارات مهمة حاول إنك أنت اليوم تستغلها لأن الحض رح يكون لجانبك في كثير من الأشياء فما لازم تضيعها برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهميش إنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد أو شيء إلو علاقة بالبيت أو بالعائلة طبعا القمر بعطيك اليوم تشجيع عالي لتكرار المحاولة لأنه سعيد بمكانه فبترتفع عندك نسبة الحضوض بشكل كبير فممكن تهتم ببعض التصليحات أو الأمور العائلية المهمة برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للتقديم لامتحان أو للمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح مواضيع حساسة وممكن تقدم على عمل مهم بالفترة هاي بيلفت الأنظار والإعجاب وممكن اليوم يعني تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن أهم إشي أنك ما تعصب برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي وحاول أنك تستعيد الثقة بنفسك لكن بدك تحاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر لك بعض المصاريف الغير متوقعة بالفترة هاي فأهم إشي أنك ما تبالغ بالمصاريف حاول أنك ترتب ميزانيتك بشكل جيد برج الحوت بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم ممكن تعزز معنوياتك من الجديد وتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة أو خبر سار بالفترة هاي وممكن أنك اليوم تستعد لورشة جديدة أو شيء جديد بدك تقوم فيه وتعتبر هاي من أفضل الفترات خلال هذا الشهر طبعا هيك بنكون انتهينا من القسم الأول من حلقتنا والآن بدنا نروح على قسم سؤال وجواب ونشوف إيش المواضيع اليوم بدنا نتناقش فيها ونترحها ونتحاور فيها اللي حابب يكمل معنا سؤال دكتور سعيد الله يسعد أوقاتك هل وضع المادي من حركة الكواكب وساعة الولادة والبرج أم حسب اجتهاد الشخص وذكاؤه لأنه من عشر سنين وأنا في فقر أسود طيب أنا بدي أجاوب على هذا السؤال لأنه هذا سؤال مهم للجميع الكل بيسأل عن الوضع المادي وبسأل عن أسباب الوضع المادي أو ترد الوضع المادي أو الحضود لبعض الأشخاص بأمور الوضع المادي فهذا من المواضيع المهمة اللي الكل بيحب أنه يفهمها أول شيء بالنسبة لوضع الكواكب هذا أول شيء نيجي على الرزق الرزق هو بيد الله يعني هذه وحدة قاعدة ثابتة أنه الأرزق هي بيد الله هو اللي بيكتبها وهو اللي بيقسمها ولكن إم تكتبها وإم تقسمها أو كيف ده تيجيك ما هاي هو أنا بتصير اللي هي علامات الاستفهم أنه ممكن تيجيك بيوم ممكن تيجيك بسنة وربعض ممكن تغيب عنك سنوات ممكن ترجع تيجيك مرة ثانية ممكن ما تيجيك من مرة ممكن اعتمادك يكون على أشخاص أخر بالرزق ممكن يعني فيه احتمالات كثيرة ممكن إحنا نخوض فيها في مسألة الرزق وهذه من المسائل اللي شوي معقدة في علم الفلك ولكن إحنا بدنا نحاول إنه نبسطها ونجيبها بطريقة هين الكل يستفيد منها أول إشي عادة إحنا لما نجي نتطلع على الوضع المالي منوخذ أشياء معينة أو بيوت معينة نتطلع على البيت الثاني إلو علاقة بالمال البيت السادس إلو علاقة بالعمل البيت الثامن الأموال المشتركة البيت العاشر إلو علاقة بالشهرة وبرضو بالعمل بالمؤسسات الكبيرة بعض الأشخاص ممكن ينظروا للبيت 12 اللي إلو علاقة في بيت المتاعب وفي نفس اللحظة بالمؤسسات أو الشركات أو اللي هي الشركات الكبرى أو اللي هي بتكون على مستوى دولي الآن لما بيكون فيه كواكب موجودة كواكب عنيفة مثلا حركتها بطيئة موجودة في أحد البيوت اللي احنا ذكرناها فهاي شوي بتأثر على الشخص وبتدخله في امتحانات امتحانات مالية طبعا ساعة الولادة بتحدد انه هذا الشخص من الأشخاص المحظوظين ولا الغير محظوظين في الأشياء اللي لها علاقة بالمادة وفي نفس اللحظة لما نجي نتطلع بالفترة الحالية عشان نعمل احنا دراسة مثلا القارطة الفلكية منشوف انه هاي الكواكب او فيه كواكب موجودة في هاي البيوت اللي لها علاقة بالوضع العملي او الوضع المالي فاذا كان فيه كواكب ذقيلة موجودة في هاي البيوت دائما نعكسها هل هاي ممكن تعركس شركة مثلا او مشاكل مع زملائه ممكن يترك عمله مشاكل على ميراث ديون بتتراكم عليه او قضايا اشي بشوه سمعته بصير عليه غرامات او بخالف القوانين بصير فيه سجون ممكن ينصرق ماله او ينتصب عليه يعني فيه عدة احتمالات ولكن اجمالا فيه اشخاص بيكونوا بفترات محظوظين على الخارطة الفلكية مبين انه عنده حظ اساسا مالي وممكن يوصل لمرحلة الثراء ومنشوف بالبيت العاشر انه بيصل لمرحلة الشهرة من وراء المال ولكن بيتمر عليه فترة بصير الداخل عليه من المال يعني اكثر منه خارج مصاريف بتيجي عن طريق الابن بتيجي عن طريق الاولاد التزامات ديون اقارب مشاكل عائلية وا وا الى ما لنهاية فهيك دخل بعض الخارطات الخارجية اثرت على خارطه طبعا هذا كله بيكون واضح في خارطة ميلاد الشخص ولكن انه منحاول قدر الامكان ان نسلسلها عشان نعرف الاسباب عادة لما بصير الامتحان هذا يجي شخص يقول لك خذ هاي قلادي عشان الحضوذ وهذا خاتم عشان الرزق وهذا امور هنا انت دخلت بالمكان الغلط انت فوما انك انت ممنوع تصرف انت بتتعلق اعمالك على اشياء وهمية ممكن تجيب لك خراب البيت من وراء المصاريف لزيادة اللي انت مش بحاجة لالها فعشان هيك بدك تنتبه من النقاط هاي انو ما في اشي ممكن يغير هاي الامور الا انك تحتاط يعني مثلا منيجي منقول مثلا موليد برج الجدي منيجي منقول لموليد برج الجدي يا جماعة الخير ديوبالكو زحل طلع من عندكم ولكن الان هو موجود في الدلو هذا بيت المال معناته ممكن تجيك انت ارباح لانه هو المشتري مثلا موجودين مع بعض ولكن زحل بيجيب لك متاعب لمدة سنتين ونصف انو الداخل عليك مقابله في اكثر خارج من عندك فشو ما يقول ما تغامروا بالاموال حاول انك انت تتدخر اموالك حاول تبعد عن الاشياء اللي فيها مغامرات مالية حاول انك ما تجازف بهاي الاموال لانه انت في فترة خطر وصلت المعلومة فهيك احنا بنحسبها على باقي الكواكب ممكن نيجي زي الحمل الحمل اورانوس جاي في بيت المال عنده فمنيجي منقول لها الحمل فهدولة فجأة يا بتلاقي قسم منهم بوصل لمرحلة الثراء مرة واحدة لانه هو كوكب المفاجآت فمنلاقي من الحمل اشخاص بيصير عندهم خلال السبع سنوات اللي بديونكث فيها في برج الثور يا بطلع ثراء بشكل مخيف يعني بصير عنده لانه هو هيك يا اما بكون هو ثري وبينزل تحت الارض بالديون وبينكسر وبصير عنده فانت وظيفتك تعرف هذا الكوكب لما دخل ايش اللي بعمله فاذا هي المسألة الها علاقة بالمفاجآت معناته انا بدي احطاط بدرس الموضوع بناقش بشاور باشتغل على الاشي المضمون ما بجازف باشي وهمي عشان انا اصير من الناس اللي ممكن يصير عندي ثراء ولكن اذا انا بدي اغامر بدون دراسي وعلى اللي هي على الشطارتي وعلى هذا ممكن يقدعك اورانوس ويخليك انت تخسر كل اموالك وهيك تقاس على باقي الكواكب سؤال طبعا هذا السؤال قديم من احمد يعطيك الف عافية بتمنى تجاوبني سألتك اكثر من مرة على القناتين وما جوابتني انا ملتزم بالصلاة الي اكثر من خمستاشر سنة اشي ما نعني اتوضى واصلي رغم انه ايماني قوي وملتزمة بحياتي وبامور الدينية الا الصلاة هل السحر له علاقة مأكد انه موجود طيب انا مش عارف مأكد انه موجود يعني انه مأكد انه انت متأكد انه في سحر ولا بتسألني انا انه مأكد ولا لا بتسأليني اول اشي في انواع من السحر بتسبب لاشخاص معينة انه هو ما بقدر يصلي ما بقدر يسمع قرآن ما بقدر يتوضى لانه اللي عليه بيجبره او الموكل بهذا السحر بيجبره بالاشياء النجسة بيجبره انه ما يطهر بيجبره انه يبعد عن الدين بيجبره انه يعمل هاي الاشياء او يصير فيه هاي الاشياء الان انه الانسان ما بيقدر يصلي لا هو اذا اجبر نفسه وجاهد نفسه وحارب السحر اللي عليه ممكن انه يتعب في بدايتها ولكن في نهايتها بيقدر يصلي ولكن اذا استسلم وردخ لهاي الامور فعليا هم ما رح يقدر يصلي طيب هنا بتيجي كيف انا ممكن اني اعمل هاي الامور اول اشي انت انك تيجي تسمع الرقية او تسمعي الرقية والرقية الحالها انها تفيدك يعني ما بعطيها القوة الكاملة للإفادة لانه انت بطبيعة الحال اذا وضوه مش قادر تتوضي بدكتير قادر تسمعي رقية فيها ايات حرق او ايات عذاب او ايات زجر او او الى ما لا نهاية فرح تعاني من الامور هذه اذا انت من الناس اللي موجودين في الاردن اتصل معي انا ان شاء الله بكسب فيك اجر يعني اساعد في هذا الموضوع لكن اذا انت مش موجود في عمان اه ما بعرف اه كيف بقدر اساعدك يعني لانه ما بعرف البلد هاي بقدر ادخلها ولا لا وامتى بقدر ادخلها ولا لا ولكن اذا بتعرف شخص عنده قدرة انه هو يعالج من هاي يعالج هذا الوضع ما تتوانى ما تتأخر على هذا الموضوع وروحي وتمهم الامر اما انه انا اقدر اقولك بالرقية وبهاي الامور فهذا انا بأذيكي لانه من المفروض اني انا اتابعك امام عيني مش اتابعك من بعيد ولكن ما علي الا الدعاء اقولك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه يرفع النكاية الشدة ويساعدك ويساعدك وينصرك ويشافيك ويعافيك ويكفيك ويثبتك باذن الله ويحسب لك يا اجر وثواب سؤال من عمر السلام عليكم دكتور عندي سؤال اتمنى الرد قبل كم فيديو كان عندك سؤال وصاحبته مولودة بتاريخ ثمانية من شهر خمسة انت تكلمت عن الثمانية والمال وزحل الجد ما فهمت فانا من موليد ثمانية تسعة الف وتسعمية وتسعين تقدر تقولي المال والاعمال ليش في تراجع وشو دخل زحل وشو الحل ارجوك دكتور الموضوع متأزم طيب اول اشي منيجي منتطلع على الرقم ثمانية اللي هو اول رقمك وهذا واحد اول تاريخ مولادك اللي هو اليوم اللي انت انولدت فيه هذا رقم ثمانية وين من وجد الو علاقة بزحل لانه كوكب زحل رقمه او الرقم المرتبط فيه هو رقم ثمانية فعشان هيك بما انه رقم ثمانية معناته انت انسان ما تغامر نهائيا يعني ما تجازف او تراهن او تجرب حضوضك او هاي الامور لانه زحل رح يأثر عليك هاي لها يعني شغلات معقدة عشان توصل للحضوض فاحنا منشوف انه الموضوع صعب شوي فمنقولك انه ما تبالغ بحضوضك بما انه طلع رقم من ارقامك في زحل هذا واحد اتنين حاول قدر الامكان تدرس امكانياتك وتدرس وضعك بشكل عقلاني بدون مجازة فيك ليش حكيت الكلمة هاي لانه مجموع ارقامك بيطلع رقم تسعة ورقم تسعة له علاقة بالمريخ والمريخ بيعطي طاقة للشخص هاد انه يكون جريء ومغامر ومجازف ومحارب في نفس اللحظة فممكن يخسر ويغامر بخسارته اكثر او يغامر في نفس المضمار فيتعرض لخسارة اكبر فعشان هيك بدك تنتبهي اثنين العصبية والحدية بالطباع بتخرب عليك ماشي اي جزء اثنين او ثلاثة او اربعة ولا ما نعرف وان وصلت المهم انت من موليد برج العذراء وموليد برج العذراء يعني بمعنى اخر انه الفترة هاي الزحل موجود في الدرو البيت السادس لا اليك فهو اثر بشكل كبير على مسائل الها علاقة بالعمل فعمل مشاكل بالعمل او عمل فصل من العمل او ترك العمل او انه شح بواردات العمل او مشاكل ما بينك وبين زملائك او الادارة فما ترقيت او ترفعت فيها فهذا واحد فعشان هيك نقول لك بدك تنتبه حاول انك تبعد عن المشاكل والخلافات والخصومات وما تهمل اعمالك ليش لانه برضو المشتري موجود في البيت السادس الان بتراجع صحيح ولكن بعد فترة بده يرجع ويكمل وانت اكثر المستفيدين برجعته لانه رح يكون هو على درجاتك فعشان هيك رح تستفيد ماديا منه ولكن انه رح يكون بعد ما ينهي عملية التراجع تاعته ولكن اهم اشي اللي رقمه ثمانية او مجموع ارقامه ثمانية او بظهر عنده اكثر من ثمانية في تاريخ ميلاده يحاول قدر الامكان انه ما يبالغ بحضوضه نهائيا لانه ما في نوع من انواع المجازفة الا اذا كانت الخارطة الفلكية تبعته بتعطي قوة للحضوض انها هي تضعف من زحل انه كان المسيطر او الكواكب المتحكمة او المسيطرة على الخارطة الفلكية هي من الكواكب المحضوضة وهي كانت سعيدة في الخارطة الفلكية سؤال دكتور شو رأيك بالحياة السابقة والراهو والكيتو هل يدلهم تأثير علينا ولا برضو حكي فاضي والله شوفي يا مريم انت دائما بتسألي اسئلة علمية فعشان هيك لازم انا اجاوبك بشكل علمي عشان انت تستفيد من الموضوع اول اشي احنا بالخارطة الفلكية في عنا هم بسموها كيتو وراهو طبعا هدولا اللي هم اصحاب علم التنجيم الكارمي اللي هم تبعين التبت وتبعين الهنود وهم اللي بعتمدوا على هذه المسميات لانه هاي المسميات بالنسبة لهم بتحكي عن الحياة اللي ما قبل اللي هي لانهم بيامنوا بالتناسخ وتراقل الروحي والشغلات هاي فعشان هيك بتحكي عن الحياة ما قبل وبتحكي عن الحياة الجديدة وايش اللي انت بدك يعني اللي تعاقبت عليه واللي بدك يتكمل فيك هاي قاعدتهم وطبعا احنا في ديننا ما في هذا الموضوع وفي نفس اللحظة بنرفض هذا الفكر هو عنا احنا بكامنا اللي هم التنجيم العربي القديم او اللي هم الفلكيين ان كانوا قداما او المعاصرين بيعتمدوا عليها بمسميين اللي هو رأس التنين والذنب او ذيل التنين وفي ناس بيسموها العقدة الشمالية والعقدة الجنوبية هسا فيه اشخاص ما بيخطوا بهذا الكلام يعني شافوا انه كلام يعني مش ضروري انه الكل يخد فيه او يحكي فيه او يتكلم فيه لانه شوي هاي نقاط وهمية ليش نقاط وهمية عشان يعني ليش انذكرته هي نقاط وهمية هاي النقاط هي نقاط تقاطع الفلك القمر او دورة القمر مع فلك الارض يعني وين ما بيكون هو وين ما بيكون القمر بتقاطعوا مع بعض في النقطة هاي فيسمى رأس وطبعا والشمس هيك فهدول من طبيعتهم يعني لما بيكونوا موجودين كل ما يعني إشي منهم بحكي عن مستقبلك وحياتك ومكاسبك والأشياء اللي أنت ممكن تأسست عليها والآن فيها ومستقبلك كيف رح تمشي فيها كأيجابية والقسم الآخر بيحكي عن السلبية اللي هي الأشياء اللي بتخاف منها واللي بتحبتك وبتدمرك وبتضغط عليك فعشان هيك هاي تستخدم معناها مش بتوقعات يومية أو توقعات شهرية هاي تستخدم في دراسة الخارطة الفلكية لما أنا بدي أحل الخارطة الفلكية هسه شفتي يعني هنا يجينا حكينا هذول بيأخذوا فيها وفي ناس بيسموها ولكن ما بيأخذوا فيها وفي ناس أمتى بيستخدمها أنا من الناس اللي أمتى بيستخدمها يعني أنا بالخارطة الفلكية ممكن آجي لما أشوف شخص مثلا بقول له أنت مثلا ناجح في كذا 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 ورح تنجح بكذا كذا كذا ولكن النقاط ضعفك أنك بتخاف من كذا وكذا وعندك تردد من كذا وكذا وكذا طبعا بيأخذهم من هذول النقاطين الآن برضو هذول النقاط لما يقترن طبعا القمر مع الجهتين فيه إشي بيسعد وسعادي كبرى وإشي بنحس نحاس كبرى والشمس كذلك الآن لما بيقترن اقتران كامل هنا بيصير منتحس بشكل كامل ليش؟ لأن كل ما اقترب منهم معناته فيه خصوف وفيه كسوف بعض المنجمين قالوا لا إحنا ليش نأخذ بالرأس والذنب بما أنه ما بعطينا القوة؟ ليش ما نأخذ القمر الأسود؟ برضو القمر الأسود نقطة وهمية ولكن برضو إلها طريقة حساب وطريقة شغل بنشغل عليها ولكن برضو نفس الشيء هي البقرة الثانية من مدار القمر الإهليلجي يعني لما القمر وين بيكون موجود هي بتكون بالنقطة المقابلة لإلها على نفس النقطة على حسب أوج القمر ودرجته ودائما عادة هو بيقطع البرج بحوالي تسعة أشهر يعني هو بطيء بالحركة فعشان هيك هاي الأمور لما بيجي واحد بيقول لك توقعاته على حسب الكيتو والراهو فهو معناته بيشتغل على الطريقة الهندية وقليل جدا لتزبط مع توقعاته لأنه أساسا هاي من الأشياء الوهمية أو الحسابات الوهمية مش دائما بتصيب معهم أو على الطريقة التبتية بمعنى آخر وموضوع الكارما وما كارما والشغلات هاي فهذا الموضوع شوي بدناش ندخل فيه الآن دخلت فيه سابقا وصار علي هجوم وبلغات وطحن يعني صارت مسائل طحن عنيفة على القناة من وراء هذا الموضوع ولدرجة أني لما هاجمتهم فكروني بها هاجمهم بشكل شخصي أنا زي ما حكيت لك يعني أنا شرحت لك أنه مين بأخذ فيه ومين ما بأخذ فيه والحر اللي بدي أخذ فيه بس أنا بالنسبة لي ما بأخذ فيه ما بقتنع بكل توقعاتهم هاي لأنه إن كان أخذت على العلم العربي بعطيني صحيح أنه ضافوا عليه شغلات وخربوا فيه وإذا كان على العلم الغربي فانحرفوا بعضهم عن بطليموس وعن هذولا وبرضو خربوا فيه وإذا جيت على الهندي فالهندي هو علم زيه زي الصيني زيه وزي الفرعوني زي الكلداني زي الأشوري زي هذولا كلها هاي علوم ولكن برضو أنا يعني أنا أخذت الصف ومن كل العلوم للإشي اللي أنا جربته على الناس مثلا وساعدت الناس فيه لقيت إله النتائج لما أدخل أشياء معينة شوي هيك منحرفة أو أشياء ممكن إنه شوية تكون مزعجة بلاقي إنه لأ ما أعطتنيش التوقع اللي أنا بدي يا ما أعطتنيش الإشي اللي ممكن يستفيد منه الشخص أو أعطتني اللي هي الدلالات اللي أنا ممكن أخذ فيها لأنه هاي انطبقت على الشخص فعشان هيك هو سبب أساسا أن الناس عزفت عن علم الفلك وصارت تحكي إنه علم مجرد وعلم ضعيف ومش علم لا تعتبره علم اعتبره فن هذا من وراء التلاعب والإضافات والتنقيص اللي صار من بعض الأشخاص اللي يعمل متاهة في هذا العلم ولكن إذا إجيت على العلم الصحيح فهو علم ثابت غير قابل للنقاش أو غير قابل للتعديل لا أنا بعدل عليه ولا أي واحد بعدل عليه ولكن في مسائل معينة في هذا العلم هي مسائل خلافي في علماء أخذوا فيها وفي علماء ما أخذوا فيها فأني آجي أنا لأني ما أخذتش فيها فأنا شذيت عن القاعدة أو أخذت فيها شذيت عن قاعدة هدولة وهذا من الأسباب اللي دخلت الناس في متاهة العلم وهذا وخلت الناس مش فاهمة إش هو العلم لأنها طلعتهم من الأساسيات أساسيات العلم ودتهم على الفروع اللي لسه آخر إشي ممكن أنك أنت تتعلمها زي الأسهم اللي حكينا عنها مبارح أنا حكيت هيك يمكن سبعين سهم فعليا أنا لو بدي أجي عدلي قديش عدد الأسهم عدد الأسهم بصل للميئات يعني شوفي محصول اللمون والحمضيات هاي لها سهم محصول الفواكه يلو سهم محصول القمح يلو سهم لحاله البيت البيوت لحالها إلها أسهم الكواكب إلها أسهم الأبراج إلها أسهم السؤال إلو أسهم المال إلو أسهم مش سهم أسهم عشان هيك قلت لك أنا هذا الموضوع ما بحبه ما بحب أدخل فيه لأنه يعني فجأة بالنهار مثلا نرجع لموضوع الأسهم فجأة بالنهار يل إيش قلت لك هذا السهم بالنهار بيكون على خط التقاطع بيكون إيجابي ولكن لما بدخل الليل بتعكس على طول الخط السهم بيصير في الجهة الثانية في بيت آخر طب والفارق ما بينهما الراح فمعناته القاعدة الحسابية ضيعت فإذا ما حددت طبعا هاي اللي أجو أشخاص صار يقول لك أنا بدي أعدل لك الخارطة الفلكية أعدل لك الطالع تبعك طبعا ليش لأنه برنامجه ما بقدر يحسب له السهم فبتلاقي لما بده يعدل أنت أساسا عارف أنه طالعك مثلا بالحسابات وعالوقت بيكون ثور فجأة بتلاقي بيقول لك ميزان طب ليش ميزان يا أخي قال بيقول لك ما هو التحول السنوي شو التحول السنوي الفردراريات ولفت هذا 11 درجة و32 درجة وبزيح كل سنة وهذا وطلعت بيش ولا أنت صرت ميزان ولا أنت فجأة صرت قوس الطالع تبعك طب من وين هذا؟ لأنه هو اعتمد على هذا الحساب فطبيعة الحال بده يطلع عنده كثير من الأمور الغلط عشان هيك أنا ما بنصح أنه تخوضي في هاي الأمور إلا أنه إذا بترجعي للإشي اللي إحنا بنعرفه مثلا رأس التنين وذيل التنين تقرأ عنهم تأثيراتهم وبتأخذهم على قياس كل برجين متقابلات لأنه دائما هم برجين متقابلات واحد بيكون إيجابي واحد بيكون الرأس بيكون إيجابي والذيل بيكون السلبي سؤال جزاك الله كل خير وبارك الله فيك وبارك الله فيك وجميعا لماذا دائما الأبراج النارية والهوائية هي أكثر الأبراج المهتمة في هذا العلم علم الأبراج والروحانيات أولا أنا عشان أعدلك المعلومة وهو فعليا صحيح النارية والهوائية كثير منها بيهتموا بالأمور الروحانية هذه 100% ولكن برضو الأبراج الثاني وخصوصا الهواء المائية عندها غرام بالأمور الروحانية يعني ممكن لو قارنت معهم تجدهم مميزين وفي ترابية يعني أضعفهم عادة بيكون في الأمور هاي اللهم الجدي وأضعفهم بيجي العذراء طبعا هي مش نوع أنهم ببرفضوا كعلم أو برفضوا كأشي غيبي أو روحاني لأنهم بدهم علميا ومنطقيا اللي هي الفلسفية فهي بطبيعة الحال عشان أنا أختصر عليكم الموضوع طبيعة التكوين البشري البشر ككل هم عندهم اهتمام بالروحانيات ولكن تتفاود ما بين عاشق ما بين روحاني ما بين هاوي ما بين واحد بده يطلع ما بين واحد بس بأخذها للتسلي ما بين واحد أساسا يادوب هيك كنا بنبعيد وبكون خايف منها السبب إيش هو؟ بنرجع على الأصل التكوين تبع الإنسان يعني فيه أنتوا بتسمعوا دائما نحن بنحكي أنه التكوين الإنسان أربع عناصر أو الأبراج أربع عناصر اللي هي ناري وترابي هوائي مائي ولكن هاي المسميات أساسا من وين أجت كيف أجت هم ما بعرفوا بحطوها لقبل أنه هم يوصفوها بهذا الوصف ولكن ما بعرفوا أنه أساس تكوين الإنسان اللي ربنا ذكره في القرآن هو الأربع عناصر هذول بيجي واحد يقول لك لا هي المقارنة أنه إحنا خلقنا من طين طيب ماشي أنت خلقت من طين أعطيني السلسلة العملية لخلقك من طين كيف أن خلقت من طين يعني هو الطين لحاله عنصر لحاله لا هو إجا تراب أي ترابي نحط عليه ماء مائي نعجل مع بعض ماشي صار هو الفخار هذ بعدين نحط في النار مظبوط بعد ما نحط في النار وستوى وصار صلب يتعرض للهواء عشان يبرد فهذا التكوين تبع الإنسان اللي هي الأربع عناصر فالميزة اللي بتيجي نرجع لموضوع أنه الأوراج النارية ليش لأنه تكوين الجان أساساً هو عنصر النار إحنا ليش فضلنا عن الخلق الآخر عن الشيطان ليش الشيطان قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين هو مش جاهل هو عارف أنك أنت خلقت من عناصر أكثر منه هو من نار لحالها ولكن الإنسان أوسخ الإنسان فيه من عنصر الشيطان اللي هو النار وعنصر الجان الشيطان إشي والجان إشي ففيه من عنصر اللي هو النار فهم من تكوينه أساساً شيطان يعني تكوين الإنسان نفسه فيه شيطانه هذا واحد ولكن عنده ثلاث عناصر مش موجودة في الشيطان مش موجودة في الجان اللي هو العنصر الهواي والترابي والمائي فعشان هيك هو مميز عشان هيك أمره بالسجود طبعاً مش سجود أرضي هو سجود احترام وتقدير أو تقدير على بديع صنعة الله عز وجل فهاي النقطة هي اللي خلت الخلاف عند الإنسان حساً من تكوين الإنسان نفسه أنه هو روحاني ولكن روحانيته تختلف من شخص لشخص طبعاً الخارطة الفلكية الهدور وقت ميلادك الهدور اسمك الهدور برجك الهدور الكواكب كيف كانت الهدور بتعزز نقاط معينة بتميزك بأشياء معينة وفيه أشياء بتغلب وعادة فيه أشياء اسمها هذا قائد وهذا مقيود مقيود أو مسير بمعنى آخر يعني فيه شخص هو أساساً بيكون عنصر الطاقة عنده عالي جداً فممكن أنه يكون داخل في هذا المجال بعنف وفيه شخص جزء بيكون جبان بخاف فبهرب لأنه إذا دخل فيه ممكن ينجر لإلوه فهذا بيقودنا لأشياء العلاقة بالسؤال الأسئلة اللي انسألت اللي هي عن الروح وعن الزهريين وعن أشياء أخرى من الأسئلة عن تكوين الإنسان فالإنسان ما انخلق لا عبث ولا انخلق باطل فيه شيء معين ميز ربنا عشان هيك إني خالق بشر من طين فإذا سويته سويته وهنا في مسائل معقدة في الموضوع في إبداع فلما خلقوا أجبروا على السجود للشيء التكويني اللي سوى رب العالمين اللي هو من عنصر واحد دخل أربع عناصر دمجه مع بعض وفوق هيك كله بث فيه من روحه فهنا صار في عنصر خامس إذا اكتملت المعادلة بالعنصر الخامس أصبح هذا خليفة الله على الأرض كيف دك تعرف العنصر الخامس وكيف دخل للتكوين هذا هذا طبعا لما نيجي لحوارنا عن الروح إن شاء الله رح نشرح عنه رح نحكي عنه عشان أنه تتضح الرؤية أكثر وترسخ الأمور أكثر يمكن هسا بلشت شوية لأمورها يعني بلشوا يميزوا بعض الأشخاص اللي يعني بإلهم اهتمام في هذا المجال إنه يعني ها يحددوا الروح ليش الروح دخلت هون نعلم الأسماء وهي شبكة هاي خطوط كلها حلقات متصلة في بعض وحدي ورا وحدي ورا وحدي ورا وحدي يعني مش إشي هذا منفصل عن هذا منفصل لا هذه كلها مرتبطة في بعض خلينا نكتفي بحلقتنا لهذا اليوم طبعا في النهاية نقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر